يعني هي عندما يعود تصنيعها إلى عام 21 بدليل على أن هذا الطراز ناجح ويستمر تصنيعه إلى اليوم لأنه يعني الكلام عن مئة عام قبلا أما وصوله إلى المقاومة الأوكرانية في هذا التوقيث فنحن كلنا نعلم أن البندقية كلاشنكوف لا تزال هي السلاح الفردي الوحيد في العالم الذي لم يرقى إلى مستوى ولا سلاح لا غربي ولا شرقي فلابد من إيجاد وطبعا هذا سلاح الجيش الروسي وسلاح يعني معظم هذا البرونج M2 على أمريكا الرشاش لكن يعني هذا M2 أنا لا أعتقد أنه يعني يستعمل كسلاح فردي هو عبارة عن رشاش ومنقول يعني مقطور لذلك أما في حرب الإصابات فله دور كبير جدا في حرب المدن والشوارع موسيقى 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 موسيقى